صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بأن الوقت قد حان للخروج بخطوات عملية ملموسة من المجتمع الدولي ذلك لإعطاء الفلسطينيين الأمل في أن مشروع الدولة المستقلة لم يمت وأن حل الدولتين ليس مجرد خطاب بلا مطمون جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مدريد الذي ضم وزراء خارجي الدول أوروبا التي اعترفت بدولة فلسطين مع وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية وشدد أبو الغيت على أن الجامعة العربية تعول على نجاح مدريد في إقناع عدد من الدول الأوروبية المهمة لتحذو حظوها في الاعتراف بفلسطين